الاعتماد على الورد المالي من ريع الإنتاج النفطي عامل خطر على ولادة الموازنات المثقلة بنفقات تشغيلية انفجارية سيم الموازنة الأخيرة التي صنفت بالتاريخية وأطلقت كومة تساؤلات مثيرة لما صرح به رئيس الحكومة رواتب الموظفين الاستحداثات الوظيفية أطلقت توقعات بأن يكون لها تأثير واضح على الموازنة العامة للدولة وسيدفع البلد فاتورة التوظيف مع أي انخفاض لأسعار النفط في السوق العالمية وبالتالي خفض قدرة الدولة على تخصيص أموال أخرى لأغراض كلف التشغيل أو أبواب الانفاق التنموي والاستثمارية أرقام أكبر من 20 تريليون دينار كزيادة على موازنة 2023 لرواتب الموظفين يكشفها مختصون اقتصاديون بما يصل إلى أكثر من 100 تريليون دينار باحتساب 25 تريليون دينار كتوقفات تقاعدية ومخصصات رعاية اجتماعية وتضمين فواتر الأدوية ومخصصات البطاقة التمويلية وشراء الحنطة رقم انفجاري يصل إلى أكثر من 70% من موازنة 2023 لنفقات تشغيلية فقط وقد لا تستوعبها في حال كان سعر برميل النفط الحاكم نحو 59 دولارا للبرميل الواحد الإنذار الذي يدق جرسه خبراء المشهد الاقتصادي يتمثل بتضخم مفاجئ في أرقام الموظفين التي تصل إلى نحو أربعة ملايين ونصف الموظف يراها محللون سياسيون على أنها هروب من حل جذري قد تلجأ له الحكومات بعيدا عن حل أزمات الاستثمار والصناعة والزراعة والتجارة ومحاولة لتفكيك قنبلات البطالة على فرض أن زيادة نحو ربع مليون موظف سيحل جزءا منها إلا أنها ستفجر أزمة الترهل الإداري من جديد ويظهر أن نسبة الزيادة في الموظفين تبلغ 11% فقط أما الارتفاع بنسبة الرواتب بناء على تصريح السوداني بلغت 51% وهو رقم غير مفهوم بحسب اقتصاديين ما يعني أن هناك حلقة مفقودة قد تفسر بأكثر من معنى وإن كان السوداني متحدثا عن مجموع الرواتب الكامل للموظفين الحاليين والجدد إلا أنها أرقام تضع العراق أمام خطر المحدق بعد أن كشفت الموازنة خطر ورقة الاقتصاد المرهونة بالإنتاج النفطي غير المستقر في أي لحظة مقبلة ترجمة نانسي قنقر